أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درس عملي في بيان العبادة يقول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم كَلَا مِنْهَا فَبَذَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثم اشتباه فتاب عليه وهدى إلى آخر الآيات يظن كثير من الناس أن العبادة يصلي ويصلي ماذا؟ يصلي بدافهم ولا خشوع فلا يوجد في صلاته هذا إذا صلى وبعضهم يقول الصلاة يعني الله بافي عننا غفور رحيم العبادة هي طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر هذه العبادة فإذا أداها يكون يعبد الله وإذا كانت طاعته لغير الله من شاطين الإنس والجن فيكون قد عبد غير الله ولذلك يعطينا الله تبارك وتعالى درسا عمليا هذا الدرس العملي لآدم عليه السلام وزوجه يقول الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَهِ روي على ابن عباس أنه قال إنما الإنسان سمي إنسانا لأنه عهد إليه فَنَسِيَهِ وَالنِسْيَانِ هي ترك المعلومات السابقة فلذلك يرد معنى النسيان بالترك نسي أي ترك أمر ربه وأطاع الشيطان فيما وسوس له فالآيات هنا وَلَقَدْ عَهِدْنَا نُقْسِمُ اللَّامُ مُوَطِّئَ لِلْقَسَمُ يعني في قسم محزوف ونقسم مؤكدين أننا أمرنا آدم أن لا يأكل من الشجرة من قبل أي من قبل عهدنا إلى أي من البشر أول من عهد الله إليه عهدا هو آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر فنسي أي فترك ما عهدنا إليه من الاحتراز عن أكل الشجرة حيث انخدع بوساوس الشيطان بوساوس إبليس وتسويلاته فأكل من الشجرة فلم نجد له عزما أي إرادة قوية وحزما بأن يمتثل أمر ربه ولا ينصاع للشيطان أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المسلمون المؤمنون بشكل خاص انتبهوا أقول المؤمنون لأن كثير من الكفار لا يهتمون بالقرآن ولا يفهمون معناه قصة آدم عليه السلام وردت في كل الكتب السماوية السابقة ويظنها بعض الناس قصص كل شيء في القصة يدل دلالة واضحة على دقة أمر معين فمثلا أول ما تبين لنا هذه القصة أن آدم انخدع بوساوس الشيطان بوساوس إبليس والشيطان يطلق في لغة العرب وفي القرآن على شياطين الإنس والجن فكل من دفع البشر إلى طاعة غير الله أو إلى معصية الله تبارك وتعالى فهو شيطان سواء كان الشيطان الجني من الداخل أو الشيطان الإنسي الذي يسول الإنس من الخارج ويشهيه ويتلاعب بالأمور حتى يدفعه إلى أشياء غير صحيحة ويدخل في ذلك وسائل الإعلام وسائل الإعلام التي يدربها أصحاب القنوات التلفزيونية أو وسائل الإعلام المسموعة الدجالون يرسلون موظفيهم وإعلاميهم ليدرسوا أساليب الكذب وأساليب التلاعب حتى يظهروا الباطل حقا والحق باطلا تماما كما فعل إبليس بآدم عليه السلام نأتي للآيات وإذ قلنا الله يوضح نسيان آدم كيف بدأ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس المندس بينهم إبليس ليس من الملائكة قال الله تعالى في آيات أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولكنه كان مطيعا لله طاعة عمياء عندما خلق آدم وأمر الله إبليس أن يسجد لآدم سجود تحية وسجود فضل امتنع وتكبر وزعم أنه أفضل من آدم ووصل به الحقد والحسد لآدم أن يمتنع عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى وهو يعلم أن الله هو الخالق يعلم أن الله خلقه وخلق أبليس وهدده الله بأنه سيكون من أهل النار هو من تبعه ومع ذلك أصر قال عياذ بالله تعالى كما يصر بعض الفجار اليوم وهم يعلمون أنهم ستكون آخرتهم من أسوأ ما يرى الإنسان من العذاب قال عياذ بالله تعالى فيصرون ويدخلون دار الشقاء في الدنيا بإصرارهم على الكفر وما أعد لهم في الآخرة أشد وأبقى عندما امتنع إبليس عن السجود لآدم قال له الله تبارك وتعالى فقلنا يا آدم هذا عدوا لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الشيطاء من الجنة فتشقى تشقى بالعمل والتعب حتى تصل إلى طعامك وشرابك وحل ذائذك وحاجاتك أما في الجنة ما في لا شقاء ولا تعب فاكل منها من كل الجنة حيث شئتما رغدا واسعا وهذه الشجرة فقط لا تقربها درس عملي الشيطان وسوس مرارا وتكرارا لآدم ليدفعه إلى الأكل من الشجرة وأخيرا استطاع أن يغري آدم بالأكل من الشجرة يغريه بماذا أي يقول له هي طيبة ولزيزة وكلها لا يقول له إذا أنت أكلت من الشجرة ستخلط في الجنة والإنسان يحب البقاء الطويل فلم يصدقه في بادي الأمر ولكن عندما أقسم له وقاسمه ما إني لكم من الناصحين أقسم بالله أنه ناصح مثل هؤلاء الدجالون الذين يزولون إرادة الشعب ويحكمونها بالسلاح وبالقهر وبالإرهاب ويزعمون أنهم سينقذون الشعب يقتلون الشعب ويزعمون أنهم سينقذون الشعب وكل ذي بصر وشيء من البصيرة ولو لم تكن كبيرة وكثيرة بصيرتهم ندرك أن هؤلاء قتل يقتلون شعوبهم هؤلاء لا يريدون مصلحة شعوبهم هؤلاء يقتلون شعوبهم نيابة عن عدوهم وعدو شعوبهم ولكنهم والعياذ بالله تعالى أطاعوا إبليس فأرداهم والعياذ بالله تعالى في الدنيا وفي الآخرة الله تبارك وتعالى يقول لآدم إن لك فيها أي في الجنة ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى لاحظوا قرن الجوع بالعري لأن الجوع ذل الباطن إذن إنسان جائع يصل به الجوع إلى الألام والتعب الشديد حتى الموت والعري إذن يذل ذل الباطن هو الجوع وذل الظاهر هو العري وقابل أيضا بين الضمأ والضحى وأنك لا تضمأ فيها أي في الجنة ولا تضحى الضمأ وهو العطش حر الباطن يشعر كأنه نار تلهب إذا لم يشرب الشراب والضحى هو حر الظاهر حرارة الشمس الشديدة بشعر أنه سيحترق نفس ما منسحب معه بسهولة فطمأن الله سبحانه وتعالى أن لك في الجنة المطالب الأساسية الأربعة للعيش الرغيد المطلب الأول أن لا تجوع لا تجوع في الجنة فالطعام فيها متوفر كل ما تريد وتشتهي فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الثاني المطلب الثاني أن لا تتعرض لمكروه مكروه العري وأذاه الذي السيطر والسياب تستر عن الإنسان حر الشمس والبرد فلا حر ولا برد المطلب الثالث أن لا تعطش فيها في الجنة ما في عطش فيؤذيك حر العطش وشدته الرابع أن لا تضحى لا تبرز فيها للشمس لأن الجنة لا شمسا ولا زمهر يرعى فوسوس لهم الشيطان كيف يتركه ما كذا يسعده في الجنة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملكا لا يبلغ إيش الشجرة قال له رب لا تأكل منا هو أمر أن يأكل منا لاحظوا يا إخواني أن حياة الإنسان في الدنيا ربه يأمره أن يفعل كذا وكذا 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 ويمتنع عن كذا وكذا وكذا ليعيش سعيدا في الدنيا قبل الآخرة وشياطين الإنس والجن تقول له غير ذلك الأشياء التي قال له الله لا تفعل تدفعه لفعلها الأشياء التي قال له الله افعل يتكاسل فلا يفعل فدلهما بغرور يعني قاسمهما كما قال تعالى في الآية الأخرى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فأكلا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة من حينما أكلا بدت لهما سوآتهما فشعر آدم وزوجه أنهما عصايا ربهما وأخطأ خطأا جسيما روي على ابن عباس أنهما كانا يأخذان ورق التين فيجعلانها على عورفهما الغليظة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم يعني تحجى وتجازبا الحجة فقال له أنت الذي أخرجت الناس بلا الجنة بذنبك وأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره العلي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبت حجة آدم سيدنا موسى عليه السلام وفي رواية لابن أبي حاتم ولها طرق في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس إلى الأرض ثم أهبط الناس إلى الأرض بخطيئتك يعني عزيز أمر ربك فنزلت للأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالاته وعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء الألواح التوراة يعني فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما يعني التوراة كتبها قبل أن يخلق آدم بأربعين عاما كتبها في سجل علم الله تبارك وتعالى قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوا قال نعم قال آدم لموسى أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى هنا لنا تركيز بسيط جدا ومهم قد يظن بعض الناس أن الحج بالقدر تعفيه من المسؤولية لا الإنسان عندما يخالف أمر الله لم يخالفه لأنه علم أن الله قدر عليه ذلك لا خالفه باختياره هو ما حد أجبره وسيحاسب على هذا الاختيار بإرادته الكاملة ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام بعد وقوع الفعل علم أن الله قدر عليه ذلك ولكن ما أنكر أنه أخطى ولذلك استغفر ربه وتاب ربه عليه وهداه إلى الطريق القويم وجعله نبيا لأولاده فيما بعد وعلم آدم والبشرية من ذلك أن الله أعطى درسا عمليا لآدم وأولاده أنه سينزل لهم تشريع وأوامر فإن تحرروا عن طاعة غير الله من الأبالسة والشياطين نجوا ودخلوا الجنة خالدين فيها وإلا فسيكونون في جهنم وسيخرجون من الجنة فيدخل الجنة لذلك آدم عليه السلام تاب إلى الله ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدا قال الله لهما قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وفي هذه الآية قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى تشريع أوامر نواهي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري يعني عن القرآن الذي أنزله وعن الكتب السماوية التي أنزلها فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن الشيطان أزل لهما فأخرجا عن ما كان فيه من الجنة وأهبط الله آدم وحواء وأبليس الجماعة كلهم أهبطوا من الأرض وهنا سيحصل الابتلاء لكل مخلوقات الله من الإنس والجن فإما يأتينكم مني هدى نزل الهدى من الله ولا يعذب الله تبارك مع أن الإنسان بعقله يستطيع أن يفكر ويعرف الخير من الشر لا يسير على الغرائز كالحيوانات والبهائم لا فيختار بعد أن يفكر ويعلم ومع ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب فيها الهداية للناس وميان الطريق الذي يريده خالقهم منهم حتى يعيش سعداء في الدنيا والآخرة فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هدايا الذي يدله على كل خير وينهاه عن كل شر وسوء ليسعد في الدنيا والآخرة فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل يعني لا يضي عن الطريق السوي الذي يصله للسعادة الأخروية أيضا ليست السعادة في الدنيا فقط ولا يشقى الشقاء أي الحياة السيئة الصعبة فلا يضل ولا يشقى ورؤيا عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكة قد يظن بعض الناس مثل ما ظن الناس في قارون إنه هنيئا له هذا عنده المال لا قد يكون عنده المال ولكن يعيش حياة ضنكة قد يظن بعض الناس أن هذا الخنزير ابن الخنزير عند الطائرات ويقتل الناس ويعيش هذا ما هو سعيد حياته الضنك والله أفقر واحد وأثعس واحد في الدنيا حياته أسعد من هؤلاء أهل الشقاء والعياذ بالله تعالى شقاء في الدنيا وفي الآخرة فمن يعيش إلى هدف ليش يعيش بس بشان يؤثر للناس يجمع مال هكذا يعيش خلق الإنسان لهذا فهؤلاء الناس مهما أعطاهم الله في الدنيا حياتهم ضنك والأشد في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا أتتك آيات القرآن فنسيتها تركتها لم تعبال بها فكذلك اليوم تنسى تترك في جهنم والعياذ بالله تعالى وكذلك نجزي مثل هذا الجزاء لمن ترك العمل بالقرآن نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتنا هذا أشد العياذ بالله تعالى ولم يؤمن بآياتنا ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أشد كما وكيفا وأبقى يعني أكثر بقاءا فلا يمكن أن ينتهي العذاب في الآخرة لأنه خلود بلا موت ثم يقول سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون الأمم مجموعة الناس يموتوا مجموعة أبلادهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها يمشي الناس أيها الإخوة في بلد معين في آثار فيها بنيان وفيها أشياء عظيمة وفيها وين أصحابها أين ذهبوا ماتوا بشكل طبيعي أو ماتوا بالعذاب من الله تبارك وتعالى حرقا أو رجفة أو غرقا الناس الذين يرون مساكنهم ألا يعتبرون به أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقنون بها أو آذان يسمعون بها ولكن مع الأسف إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وعياذ بالله تعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد من الدرس العملي الذي أعطاه الله لنا عن طريق أبينا آدم عليه السلام ونفهم معنى العبادة هي الطاعة فإذا لم يتحقق الإنسان بالطاعة لله وأطاع غير الله فقد أشرك مع الله إلها آخر آدم يخلقه ربه ويعطيه الجنة ويزوجه حواء ويقول له هذه الشجرة لا تقربها وعيش حياة سعيدة في الدنيا خلقنا الله وقال لنا كذا لا تفعل لأن فيه ضرر ما في شيئنا عنه الله إلا فيه ضرر كذا افعل لأنه فيه مصلح لك وسعادة لك في الدنيا وطمأنينة قلب السعيد الحر الذي يشعر أنه يطيع خالق الكائنات ويتحرن العبودي للمخلوقات التي تريد منه مصادحها وشهواتها والتسلط عليه فالذي فيه لب وعقل يتوجه إلى الخالق ويتحرن العبودي للمخلوق والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة